وفي الأراضي المقدسة نظم مكتب التعليم المسيحي التابع للبطريركية اللاتينية في القدس بالاتفاق مع جامعة بيت لحم دورة تأهيلية لمعلمي التعليم المسيحي بمشاركة 38 راهبا ومعلمة من المدارس المسيحية في الضفة الغربية حيث يحصل المنتسبون لهذه الدورة التي بدأت في مطلع شهر أيلول الجاري على شهادة ديبلوم من جامعة بيت لحم معترف بها من الأمانة العامة لمدارس البطريركية اللاتينية وقد افتتحت دورة التي تستمر سنتين الأبريمون حداد مسؤول مكتب التعليم المسيحي في رام الله ويحاضر بها أساتذة من جامعة بيت لحم وسيقوم الأب عيسى حجزين كهنورية بيت سحور بتقديم مساق حول مقدمة العهد القديم مع تحليلا لبعض النصوص في ذلك العهد كما سيقدم الأب يعقوب رفيدي المدير العام لمدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين مساقا آخرا عن تاريخ الكنيسة